خلال أسبوع واحد جهد المركز الصحي بمنطقة مريس بمحافظة الضالع إقبالا كثيفا للمواطنين بعد تدسينه كخدمة مجانية للعلاج نحن الآن في مريس بمنطقة حارب ونازحين لا يوجد لدينا الأدوية الكافية للمرضى نظرا للمرضى شوفوا بالمرضى الآن بكثرة من النازحين والفقراء المركز الذي احتوى على مخيم طبي يقدم فرصة للأهالي من حيث توفير تكاليف العلاج التي كانوا ينفقونها في المستشفيات الخاصة قعنا إلى هذه المنطقة لنقدم خدماتنا الطبية والجراحية المجانية الهدف منه الوصول إلى الحالات التي لا يمكن أن تنزل للمستشفيات الكبيرة لإقراء العمليات الجراحية الكبرى هنا نحن نقوم بإقراء العمليات الجراحية العامة الكبرى وكذلك قراحة العظام نحن مئة عملية جراحية وما يقارب ثمانمائة حالة مرضية هي حصيلة العلاج في المخيم الطبي الذي دعمته منظمة محلية أغلبها حمليات جراحية تنقسم على الجراحة العامة وحالات العظام مثل التشوهات وإخراق الصفائح الإقبال جدا كبير جرح المواجهات مع الميليشيات الإنقلابية ومصابون مدنيون ومرضى من مختلف شرائح المجتمع شملتهم هذه المبادرة الإنسانية حيث مثلت بالنسبة لهم بادرة أمل في واقع معقد خلفته الحرب وانعكاساتها على حياتهم المعيشية عمليات نوعية يحتاجون هذه المنطقة فنحن كأول منظمة قينا إلى هذه المنطقة نطالب الجميع أن يكون فيه عملية استمرارية لجميع المنظمات سواء المحلية أو الدولية قد تسهم هذه المخيمات في التخفيف من معاناة المواطنين خاصة النازحين منهم لكنها تظل جهودا متواضعة للغاية بالنظر إلى الوضع الصحي المتردي في ظل غياب دور المستشفيات الحكومية محمد الموريسي قناة بلقيش محافظة الظالم